اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة سنوية لتقييم حالة حرية التعبير والوقوف عند المكتسبات المنجزة في سبيل تطوير قطاع الإعلام ويعد فرصة لمناقشة أهم الإشكالات التي يشهدها الحقل الإعلامي وبهذه المناسبة احتضن بيت الصحافة بمدينة طنجة لقاء احتفاليا تخليدا لهذا اليوم عرف حضورا وازنا لثلث من الفاعلين في الحقل الإعلامي والنقابي اليوم في اليوم العالمي لحرية الصحافة قدمنا شبه تقرير من طرف الإعلاميين المغاربة نقدم فيه حالة المغرب في المحيط الجهوي والإقليمي التي تعطينا الكثير من الآمال بأن المغرب يراهين على بوصلة حقيقية في مجال أخلاقيات في مجال أدب مهنات في مجال تشريعات وغيرها الملتقى شكل فرصة لبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها للنهوض بالممارسة الإعلامية ودراسة سبول تطوير ميدان الصحافة في عصر التكنولوجيات الحديثة هذا اليوم يعد مناسبة للاحتفاء بنخبة من الإعلاميين المغاربة عرفانا بما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الرقي بمستوى الممارسة الإعلامية والرفع من منسوب الوعي في المجتمع اليوم هو يوم بالنسبة لي يوم عظيم لأنني لم أكن أنتظر هذا المناسبة ولكن لم تكن مناسبة فقط وإنما هي حدث له تأثير عميق في نفسي وفي عائلتي وفي كل الذين عايشتهم في المجالات التي سأحتفي بها هذه الليلة توسع هامش حرية التعبير والدفاع عن الحق في الحصول على المعلومة على اعتبار كونه يفتح آفاق المعرفة والثقافة والعلوم محاور شكلت أساس مداخلات الاحتفالية التي خلصت إلى أن الحرية هي الأساس الذي تبنى عليه الممارسة الإعلامية الجيدة وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والمنظمات الأممية